فرقة الطمية ما عندهش اي حسابات فريق عنده 23 بنت ممكن كان حدث في حساباته ان هو فريق النهاردة التعادل او العزيمة هيهبط فاللعيبة نازلة فريق غيرنا احنا طبعا احنا 33 بنت محتاجين اتنين بنت عشان نوع دي بتعايف حسابات الدولة في الممتاز بيه تقعد ب35 اداء كان متميز جدا للعيبة واللعيبة كان رجالة وعلى قدر الحدث فرص كتيرة ضعت منهم النهاردة لكن الحمد لله بابركلوم على الفوز والنهاردة يعني انا شايف ان كله بزل الجهود المطلوبة منه محدش بخل باي جهة احمد ربنا جدا على المكسب وعلى الاداء ان الاداء النهاردة كان كويس جدا لعبة كتمركزة فريطة الالمون وفرقة محترمة انا بعتبرها من احسن الفرق في مجموعة الصعيد كلها الحمد لله الاداء النهاردة كان كويس مرضي لحد ما رغم ان كان فيه تضيع فرص بالشكل الكبير ولكن ان احمد ربنا خلاص صفحة وتقفلت خدنا التلاتة بنت لعبة اخلاق لعبة فنيات لعبة خبرات انا بهديهم الفوز ده طبعا هم ما يستاهلوا اول مرة في تاريخ النادي الحمد لله النادي بعد ما يهبط يصعد السنة اللي بعدها على طول والحمد لله صعد بابناء النادي بشكر جدا 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 الجهاز اللي معايا كابتن مردونة وكابتن احمد كمال وكابتن حمد السيد وكابتن عصام وكل الجهاز عشان ما يستاهش حد الحمد لله ما اصبحناش محتاجين حتى نقاط بعد كده عشان الصعود للدول المنتاج ويمكن اول مرة احنا نحصن فيها الصعود من فترة بنواجه الشكر لمجلس الادارة السابق اللي هو عمل الفرقة واحنا جينا كملنا كمجلس ادارة حالي والجهاز الفني والجهاز الاداري وكل من ساهم في هذا الصعود اشكر ربنا سما اللعيبة بس الحمد لله رب العالمين وباشكر لناس المحترمة اللي بتحيب البلد من قلبها باشكر الناس المحترمة اللي جاد من قلبها ده اللي ده اللي باشكرهم طبعا التفوذ اللي حاجة جدا мойиз جدا لناح�ب ان تستطيعون لتصلوبون ذول عشان نقاط صعود لعشان نطلعونه في منطقة briefing اللى ملاوي بإذن الله م wh hisl bagتن بالمش par مكتمرون على لعالم حياas 30 بإذن الله ده اول فوظ إن شاء الله اللي جاي احسن شاء الله أزج نتيجة نتعبنا الأسبوعين اللي فاتوا وتحملت مسؤولية محاوزة كبيرة زي صهاج بتعاني من اللبودة إن شاء الله وعدت أيمن حسني ومجلس قدرة إن إحنا نبقى رجالة ونشتغل وربنا يكتب لنا النص والبقاء إن شاء الله بسا إحنا نعمل لعلينا لا جديد لساحل ولا لا إحنا بتوع كورة وبنشتغل كورة وربنا يكرمنا لأن السواج نادي كبير ومدربين كبار كتار جدا الموجودين عايزين نخلي لدي السواج موجود وأنا بقدي مهمة معينة من أضياء على خير إن شاء الله حزيمة النهاردة شيء موصف إن إحنا على عرضنا بعد التوقف حزينين جدا على العزيمة أداء غير مرضي روح مش موجودة صعب جدا عليك لما تلاقي إن فرقة كلها فتوهان ما فيش دعيفة هاي جير الشوط الأولاني هو حماد الناصر الفرود اللي هو أصل عندي ظروف كمنا وإن هو يلعب الموتش أصل اشتركوا في القناة